ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الدغرافيا والتليخ والدم والقومية مع شعب فلسطين ولم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة خاضع لحسابات مصالح آنية كما لم يكن أبدا ورقة لمساومات إقليمية أو دولية المزيد مع الزمير رجاء رمزي أهلا بكم عقود طويلة وضعت خلالها مصر القضية الفلسطينية في الذهنية السياسية والشعبية لها فكانت الدعم الأول لها ليس فقط سياسيا وشعبيا بل روت دماء مصرية أرض فلسطين دفاعا عنها فمنذ الحرب العربية الإسرائيلية في العام 1948 كانت مصر حاضرة وبقوة في المشهد بالأراضي الفلسطينية فشاركت قواتها المسلحة في الحرب إلى جانب عدد من الدول العربية وفي العام 1962 دعمت مصر الإعلان الفلسطيني عن دستور في غزة نص الدستور على قيام سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية في القطاع واتخذت الحكومة الفلسطينية مدينة غزة مقرا لها وفي العام 1970 قبلت مصر مبادرة الولايات المتحدة في الخامس من يونيو وذلك عن طريق وزير خارجيتها وليام روجرز التي تضمنت ضرورة إحلال السلام وإجراء مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة وذلك للتوصل إلى اتفاق نهائي وكيفية تنفيذ القرار رقم 242 بشأن إقامة سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في العام 1967 وإيجاد تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين مع تقرير وضع القدس والترتيبات المتعلقة بها وضع عامين اثنين فقط تحديدا في سبتمبر للعام 1972 كان الرئيس الراحل محمد أنوري السادات أول من اقترح فكرة إقابة حكومة فلسطينية مؤقتة ردا على إدعاة رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك جولدا مئير بعدم وجود شعب فلسطين وفي العام 1977 أعلن سادات مبادرته التاريخية وقام بزيارة إسرائيل حيث أكد أمام الكنسة الإسرائيلي مصداقية التوجه المصري نحو السلام الشامل يتحدث وبقوة عن الحقوق العربية والفلسطينية العادلة والمشروعة وفي سبتمبر للعام 1993 شاركت مصر في التوقيع على اتفاق أوسلو الذي توصل إليه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي وأيّدت المبادئ حيث جاء بالاتفاق أن هدف المفاوضات ما بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية هو تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية منتخبة لمرحلة انتقالية لا تتعدى الخمس سنوات تؤدي إلى تسوية نهائية للقضية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي كانت مشاركة مصر في المبادرة التي تقدم بها المجموعة العربية إلى الأمم المتحدة في العام 1997 بارزة حيث قادت برفع التمثيل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة من صفة مراقب إلى مكانة شبه دولة إذن هي محطات عديدة مرت على قضية العرب منذ ذلك الوقت وحتى يونيو من العام 2004 عندما طرحت مصر مبادرة للقيام بدور مباشر في تهيئة الأجواء أمام تنفيذ خطط الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة باعتبار انسحاب إسرائيل من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد مكسبا للفلسطينيين كانت هناك محددات تحكم الدور المصري في القضية الفلسطينية على مر تاريخ وظلت راسخة منذ العام 2014 بقيادة الرئيس عبد الفتاح أسيسي إذ أكدت مصر رفضها التام واستنكارها للممارسات الإسرائيلية الغاشمة واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي فطالبت بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى أو تستهدف الهوية العربية لمدينة القدس ومقدستها أو تسعى لتهجير أهلها لم يتوقف الدور المصري عند ذلك ففي مايو من العام 2021 وعقب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة كانت المساعي المصرية تتوج النجاح وبالنجاح بإحلال الهدنة ووقف إطلاق النار غير المشروط هناك كما أعلن الرئيس عبد الفتاح أسيسي تقديم مبلغ 500 مليون دولار وذلك لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة في العام التالي تحديدا في 2022 تكرر الجهد المصري وأثمر عن نجاح التوصل لوقف إطلاق النار في غزة شهر أغسطس بعد ثلاثة أيام مصر كانت وأكدت أنها سوف تحافظ ضوما على موقفها الرأس استخدام للحقوق الفلسطينية والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لا حيادة أو تراجع عن حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية ذلك في 21 أكتوبر الماضي عندما استضافت قمة القاهران للسلام بمشاركة عربية ودولية واسعة للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة في قطاع غزة وخفض التصعيد لقاءات كثيرة وقمم عديدة كانت مصر جزءا فاعلا بها طوال الأيام الماضية موقفها الثابت والراسخ لا يتزعزع ولا يتغير بتغير الأوضاع إذن هكذا كانت مصر دائما وأبدا تحمل على أكتافها قضية العرب الأولى حتى تنتصر الأرض لأصحابها الفلسطينيين ويعود السلام للمنطقة